وصلت معكم وأنا أعرض بين أيديكم الوثائق التي تشير إلى أن الإمام السجاد وأئمتنا جميعا خطط لمجتمع شيعي يسير على برنامج مرضي عند إمام زماننا لكن هذا لم يتحقق مثلما لم يتحقق برنامج الغدير في هذه الأمة وكان الذي كان جرى الأمر في الأجواء الشيعية مثلما جرى في زمان سقيفة بني ساعد نذهب إلى فاصل وصلت معكم في آخر الحلقة الماضية إلى الدعاء الذي أوله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية إلى آخر ما جاء فيه وهو دعاء مروي عن إمام زماننا من أدعية عصر الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى وبينت لكم من أن الدعاء على قصره اختصر لنا برنامجا مفصلا بيّنه إمامنا السجاد في رسالة الحقوق تقدم هذا الكلام في آخر الدعاء وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وتفضل باعتبار أن الجملة هذه كانت متقدمة في العبائر السابقة وتفضل وتفضل على الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة أعتقد أن هذه الكلمات واضحة جدا في الدلالة على الذي حدثتكم عنه عن المجتمع الشيعي المنشود زمان الغيبة الكبرى والذي لم يتحقق إذا ما ذهبنا إلى زيارة من زيارات إمام زماننا إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين تشتمل هذه الزيارة على خارطة إجمالية لحركة الشيعي المنتظر الزيارة تحدثت عن مرحلة الغيبة وعن مرحلة الظهور وعن مرحلة الرجعة سأقرأ عليكم فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار هذا هو عصر الغيبة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينة نحن نخاطب صاحب الزمان في هذه الزيارة الشريفة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينة ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقب فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا الموقف زمان الغيبة الموقف زمان الغيبة موقف انتظار وموقف عزم ونية صادقة وموقف استعداد وعمل فهذا الكلام لا يفترض فيه أن يكون لقلقة لسان وإن كان حالنا هو في مستوى لقلقة لكنني أتحدث عن مضمون الزيارة الشريفة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينة ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي ولجهادي بين يديك يا بقية الله ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك فهذا انتظار وعزم صادق ونية قاطعة واستعداد للتضحية وفي الوقت عمل عمل تمهيدي لبرنامج إمام زماننا قد يكون هذا العمل في مجتمع منشود كان يفترض أن يكون وما كان وقد يكون العمل التمهيدي جماعيا وقد يكون العمل التمهيدي فرديا بحسب الواقع المجتمع المنشود في عصر الغيبة لم يتحقق التمهيد الجماعي ليس موجودا لم يبقى أمامنا إلا التمهيد على المستوى الفردي وهو أن يعمل الإنسان على نفسه وفي جوه الخاص بقدر ما يستطيع كي يحقق شيئاً من هذا المضمون الذي تحدثت عنه الزيارة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك إلا يقين ولك إلا حب وعليك إلا توكلاً واعتماداً ولظهورك إلا توقعاً وانتظاراً ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك لو كان المجتمع المنشود قد تحقق فإن أمر الإمام ونهيه سيصل إلى ذلك المجتمع عبر الوسائط التي سيضعها الإمام وهذا سيتضح لنا من خلال النصوص القادمة مرحلة الظهور الكلام مستمر مولايا فإن أدركت أيامك الظاهرة هذا هو عصر الظهور مولايا فإن أدركت أيامك الظاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك في عصر الرجعة مولايا فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مراد إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة فهذه الزيارة تحدثت عن مرحلة الرجعة فيما لو أن الشيعية مات قبل الظهور وعن مرحلة وعن مرحلة الظهور فيما لو أن الشيعية أدرك عصر الظهور وعن مرحلة الغيبة لحن الكلام سياق الحديث إذا ما جمعنا النصوص جمعنا هذا النص إلى ما تقدم في الدعاء الذي كنت أقرأ عليكم منه قبل قليل وجمعنا كل ذلك مع رسالة الحقوق وخصوصا ما جاء في مقدمتها وخاتمتها وما جاء في حقوق الأئمة في حقوق السلطة السياسية وكذلك في حقوق الرعية إلى بقية التفاصيل التي ذكرها إمامنا السجاد صلوات الله عليه وفوق كل ذلك ما جاء في برنامج الصحيفة السجادية الكاملة وخصوصا ما يرتبط بالموضوع الذي نحن بصدده إنه الدعاء لأهل الثغور تقدم كل هذا ولزالت المطالب تترى تخبرنا أن أئمتنا رسموا لنا برنامجا لكن المذهب الطوسي هو الذي حال فيما بين شيعة العترة وبرنامج وبرنامج العترة الطاهرة في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة إنها رواية طويلة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه تبدأ في الصفحة الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة بسنده بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي إمامنا السجاد يحدث أبا خالد الكابلي وهو من خواصه ومن الذين استثنوا من الارتداد بعد مقتل سيد الشهداء كما نقرأ في زيارة الناحية المقدسة فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام بقتلك يا حسين ارتداد الأمة بعد مقتل الحسين هناك شخصيات استثنية مثل ما ارتدت الأمة بعد سقيفة بني ساعد بعد البيعة الأولى في سقيفة بني ساعد وهناك أشخاص استثنوا على أي حال أبو خالد أبو خالد الكابلي يحدثنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الإمام الإمام يخبره عن المجتمع المنشود الذي كان يفترض أن يكون وما كان مثلما غدر الصحابة ببرنامج رسول الله غدر الطوسيون ببرنامج العترة الطاهرة وهذا واضح في رسالة إمام زماننا إلى المفيد التي وصلت بتاريخ أربعمية وعشرة للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم كثير من مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أعود إلى صورة المجتمع المنشود التي رسمها لنا إمامنا السجاد في هذه الرواية مثلما رسم لنا البرنامج الكامل والدستور الكامل لهذا المجتمع في الصحيفة السجادية الكاملة وفي رسالة الحقوق الإمام ما هي بغيبة مطلقة الإمام لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأنهم سيؤسسون مجتمعان بحسب البرنامج المرسوم من قبل العترة الطاهرة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذا الكلام لا ينطبق على الغيبة الأولى لأن الغيبة الأولى لم تكن غيبة كاملة تامة كان هناك السفراء الخاصون وكان وكان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة قطعا كل هذا يصل إليهم عبر الإمام نحن هكذا نسلم على أئمتنا في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النعم فهذه النعم تأتي عبر وليها وولينا هو الحجة بن الحسن فما شيء مننا كما نقرأ في زيارة الندبة والتي وردت من الناحية المقدسة نزور بها إمام زماننا فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب سادة آل محمد فما شيء مننا سيدي بقية الله فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة إنها الغيبة الثانية وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف هم لا يحملون السيف وإنما هم بمنزلة المجاهدين بالسيف إنما يحملون السيف إذا اضطروا إليه أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو برنامج التمهيد لمشروع إمام زماننا كان يفترض كان يفترض أن يتحقق هذا المجتمع المنشود الممهد هذا المجتمع ليس باسطا للعدل على الأرض وليس كافا للظلم والجور هذا المجتمع هدفه التمهيد إذا تحقق له أن يحكم بالعدل في ضمن ذلك المجتمع فهذا شيء حسن مطلوب المطلوب من هذا المجتمع أن يكون ممهدا وأعتقد أن الكلمات واضحة جدا أقرأ عليكم الرواية ثانية يا أبا خالد إنها كلمات إمامنا السجاد وهو يرسم لنا المجتمع الذي إذا ما طبق برنامج الصحيفة السجادية الكاملة وبرنامج رسالة الحقوق فإن المجتمع يكون بهذا الحال يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان كيف صاروا أفضل من أهل كل زمان بحسب البرنامج الذي رسمه السجاد وسائر أئمتنا الطاهرين لهذا المجتمع الذي كان يفترض أن يكون وما تحقق منه شيء إلى هذه اللحظة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة من خلال ألطاف إمام زمانه إن كانت من الألطاف الظاهرة أو من الألطاف الباطنة من الألطاف الجلية أو من الألطاف الخفية ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا الصدقا والدعاة والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا يفترض أن يتحقق هذا المجتمع أو على الأقل أن يتحقق تمهيد جماعي في مجموعة كبيرة في مجموعة صغيرة فإن لم يكن فعلى كل شيعيين أن يحقق في نفسه من هذه المضامين بقدر ما يستطيع نذهب إلى فاصل في الخطبة الخمسين بعد المئة من خطب نهج البلاغة الشريف بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة أمير المؤمنين في خطبته هذه يتحدث عن الفتن التي ستقع في قادم الزمن وهو يتحدث بشكل خاص عن الفتن في زمان الغيبة الطويلة ثم يخبرنا أمير المؤمنين عن شأن إمام زماننا فيقول ألا وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا مِنَّا مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ من الأئمة المعصومين صلوات الله عليه ألا وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا وَإِنَّ مِنْ أَدْرَكَهَا وَإِنَّ مِنْ أَدْرَكَهَا لكن الإمام استعمل هذا التعبير يسري السراء هو السير في الليل فقط وعند الصبح يحمد القوم السراء بعدما ساروا في الليل وعند الصبح يحمد القوم السراء ألا وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَشْرِي فِيهَا هذا هو ليل الفتن هذا هو ظلام الملاحم والطرام والطراب الويلات ألا وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ في النهار لا يحتاج الإنسان إلى سراج منير إنما يحتاج السراج المنير في الليل والكلام هنا ليس عن وقت ليل يقابل وقت نهار إنها ظلمة الفتن ألا وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ وَيَحْذُوْ فِيهَا على مِثَالِ الصَّالِحِينَ مِثَالُ الصَّالِحِينَ هو المثال والبرنامج الذي وضعه إمامنا السجاد في الصحيفة السجادية الكاملة وفي رسالة الحقوق هذا هو المثال مثل ما يأتي في أحاديث الظهور من أن الإمام الحجة سيأتينا بالمثال المستأنث المثال المستأنث هو الدستور الجديد هو القانون الجديد هو البرنامج الجديد فإن صاحب الأمر يأتينا بالمثال المستأنث ألا وإن من أدركها مننا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين لأي شيء هذه الأمور لا تخص شخص الإمام هذه الأمور تخص الواقع الإنسانية عموما والواقع الشيعية خصوصا فانظروا إلى برنامج الإمام الخفي والإمام يعمل ببرنامجه الآن بنفس هذا البرنامج ليحل فيها ربقة ويعتق فيها رقة ويصدع شعب ويشعب صدعة هذه التعابير تخبرنا أن الإمام الحجة في نشاط مستمر في ليله ونهاره إنه يعمل في الخفاء على مستوى المجتمع الإنساني وعلى مستوى المجتمع الشيعي قطعا بحسب الظروف الموضوعية هناك عمل يقوم به الإمام يرتبط ارتباطا مباشرا بمشروع الظهور وهناك أمور يقوم بها الإمام لأنه إمام الخلق إذا كان الحديث عن الخلق كلهم ولأنه إمام الشيعة إذا كان الحديث عن الشيعة الذين يقولون نحن شيعته وما هم بشيعته ليحل فيها ربق الربق الربق هو المكان الذي تكون فيه عرى أو حبال تربط الحيوانات بتلك العرى وبتلك الحبال هذا هو الذي يقال له الربق ومراد الأمير هنا صلوات الله عليه ليحل فيها ربق من أن الإمام يحدث تغييرا هذا تعبير كنائي كالذي يأتي إلى المكان الذي خصص لأن تربط الحيوانات للمحافظة عليها يأتي فيطلق هذه الحيوانات قطعا هناك تغيير حدث هناك أمر حدث لهذه الحيوانات لذلك جاء من أطلقها هل هذا الذي أطلقها يريد أن يأخذها للرعي هل هذا الذي أطلقها يريد أن يبيعها هل هذا الذي أطلقها يريد أن يذبحها هال وهال 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 هناك تغيير ليحل فيها ربق ويعتق فيها رق وكذلك عتق الرقيق هو تغيير في الأحوال التعابير هنا كنائية لا يراد منها التعبير اللفظي كما يقال في حدود حق لفظه وإنما التعابير هنا كنائية تريد أن تقول من أن الإمامة الحجة في الخفاء يحدث الكثير من التغييرات والكثير من التغييرات في حياة الإنسانية وفي حياة الشيعة أصابع الإمام وراءها هذا هو الذي يريد أمير المؤمنين أن يقوله هذه الحقائق ستتضح عند ظهوره الشريف ليحل فيها ربق ويعتق فيها رق ويصدع شعب الشعب هو الجمع ويصدع شعب أي أنه يفرق مجتمع ويشعب صدع وهو أيضا يجمع المتفرق كل العبائر تشير إلى أنه يتدخل في الأمور الكبيرة من وراء ستار وهذا هو شأن الغيبة الكبرى الذين يتصورون أن الإمام الحجة منعزل في زاوية لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة صاحب الأمر متصرف في الأمور ولكن بحسب ما تكون الظروف الموضوعية في زمان الغيبة الكبرى إلا إلا ما يرتبط ارتباطا مباشرا بمشروع الظهور فإن الأمور تجري على أي حال ولا بد أن تتحقق وتظهر آثار ذلك على الواقع السياسي على الواقع الاجتماعي على الواقع الاقتصادي أكانت تلك الظروف مريحة للناس أم لم تكن هناك برنامج الله هناك مشروع الله ولذا فإن أمير المؤمنين يخبرنا عن شأن الحجة بن الحسن في زمان الغيبة ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة عن الناس في الخفاء في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره لو أن المخابرات الدولية بكل طاقاتها ولو أن أجهزة التجسس والتنصة بكل إمكاناتها وتقنياتها لن تستطيع أن تصل إلى شيء في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره القائف الذي يمتلك الخبرة في تتبع الآثار هذا هو القائف في سترة عن الناس كل هذا يجري ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا كل هذا يجري في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره حتى لو جاء بكل الإمكانات وبكل الأجهزة والقدرات في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره وماذا يجري في الواقع الشيعي هذا الذي تقدم ذكره في الواقع الإنساني عموما والواقع الشيعي هو جزء من الواقع الإنساني ولكن في الواقع الشيعي بشكل خاص ثم ليشحذن فيها في هذه السترة في هذه الغيبة في هذه السترة عن الناس ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر مثلما الحداد يشحذ السيوف ويشحذ السكاكين والمدى فإن قوما من الشيعة سيشحذهم إمامهم ثم ليشحذن لام للتوكيد ونون مثقلة للتوكيد لابد أن يقع هذا الأمر ثم ليشحذن ثم ليشحذن فيها قوم شحذ مفعول مطلق للتأكيد من نفس لفظ الفعل تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد لام التوكيد هذا التوكيد الأول نون التوكيد المثقلة عبارة عن توكيدين فعندنا نون للتوكيد مخفف حينما تثقل فإنها تمثل توكيدين مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل توكيد رابع ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر بأي طريقة تجلى تجلى بالتنزيل أبصارهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون مساء فهم يشربون كؤوس الحكمة المهدوية صباحا ومساء هذا هو هو الكلام الذي مر علينا قبل قليل في حديث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد هؤلاء هم أنفسهم هذا كله يحدث في زمان الغيبة الثانية في المجتمع الذي كان يفترض أن يكون من الذي دمر هذا البرنامج المذهب الطوسي النجس المذهب الطوسي النجس هو الذي دمر هذا البرنامج إنها مؤامرة العباسيين ومراجع الشيعة اللعناء وعلى رأسهم الطوسي اللعين هذه هي الحقيقة من الآخر هذا كلام الأئمة وهو واضح جدا تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الإمام الحجة لم ينقطع انقطاعا تاما في الغيبة الثانية الغيبة الثانية تعتبر غيبة تامة بالقياس للغيبة الأولى أما مستويات التواصل فهي موجودة ما أنا الذي أقول هم الذين يقولون صلوات الله عليهم أقرأ عليكم من الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث التاسع عشر من الكتاب الذي عنوانه باب باب في الغيبة من كتاب الحج كتاب الحج باب في الغيبة الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للقائم غيبتان للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة وحديثنا عن الطويلة الغيبة الأولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته هناك مجموعة من الشيعة على صلة مباشرة بالإمام زمان الغيبة الأولى والأخرى وهي الغيبة الثانية الغيبة الطويلة الغيبة التام إنما صارت غيبة تامة لعدم وجود السفراء الخاصين والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هناك مجموعة تتواصل مع الإمام هذا المستوى موجود في زمان الغيبة الثانية صحيح أن هؤلاء نحن لا نعرفهم وهم لا يصرحون بشيء بخصوص علاقتهم الخاصة بإمام زماننا يعيشون معه وحينما تنتهي أعمارهم يذهبون إلى قبورهم مع أسرارهم فليس هناك لا من عين ولا من أثر للأسرار التي عندهم الذي يدعي ما يدعي هذا كذاب مفتري هؤلاء لا يتحدثون بشيء بل هؤلاء يعيشون حالة تتجاوز الكتمان هؤلاء يعيشون حالة كتمان الكتمان إنهم يتصرفون بطريقة يظهرون للآخرين من أنهم لا يكتمون شيئا إنهم يكتمون الكتمان لا كذاك الذي يكتم شيئا ويظهر للناس من أنه يكتم شيئا على أي حال لا أريد الخوض في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة هذا مستوى من مستوى التواصل مع إمام زماننا في زمان الغيبة الطويلة للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى وهي الغيبة الطويلة هذه الغيبة التي نحن فيها والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة موالي في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد قبل وفاته بعدة أشهر المفيد توفي سنة 413 للهجرة وهذه الرسالة وصلت سنة 412 للهجرة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس ومن طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في آخر الرسالة الثانية في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة الإمام الحجة يقول وَلَوْ أَنَّ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى أَجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ في الوفاء بالعهد عليهم الإمام هنا يتمنى للشيعة أن يكون بهذا الحال ويتحسر على هذا إنه الواقع الذي كان يفترض أن يتحقق في الشيعة بحسب البرنامج الذي وضعه إمامنا السجاد وسائر أئمتنا الطاهرين وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا لكان هناك تواصل فيما بين المجتمع الشيعي وبين الإمام بنحو يكون أكثر من التواصل في زمان الغيبة الأولى الغيبة الأولى كانت مرحلة وقتية استثنائية لتدريب الشيعة على موضوع الغيبة الطويلة وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم لأن المجتمع الشيعي لم يكن قد تحقق كما يريد أئمتنا أعتقد أن النصوص واضحة وواضحة جدا الحقائق بينة وصريحة وصريحة جدا أقرأ عليكم ماذا قال إمام زماننا في آخر الرسالة الثانية وتدبروا فيها ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمنوا بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم إنهم المراجع الكذابون مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه يتعلمون بعضا من علومنا الصحيحة ثم ماذا يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها براء منها هؤلاء هم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه هذه كلماتهم رواياتهم أحاديثهم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة صاحب الزمان هو الذي قال هذا في الرسالة الأولى مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الكلام ينطبق على جميع المراجع الطوسيين على جميع مراجع النجف وكربلاء من الأموات أو من الأحياء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أو من الآتين في الطريق لأنهم يعتمدون المنهجية الناصبية القذرة إنها منهجية الاجتهاد الباطل الاجتهاد يبطله القرآن وتبطله أحاديث العطرة ويبطله العقل يبطله العقل لأن العقل يرفض العمل بالظنون وهؤلاء يعملون ليلة نهار على تحريف الدين عبر عملية الاجتهاد الباطلة التي جاءونا بها من نواصب السقيفة بني ساعد هذا ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلة حينما يتحدث عن التقليد والاجتهاد يقول إن المجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلد المصيب هؤلاء هكذا يفكرون وهذا التفكير هو هو موجود في حوزة النجا إن المجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلد المصيب أي منطق هذا أي منطق هذا هذا منطق الضلال بتمام المعنى ضلال السقيفتين السقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس ألا لعنة الله عليهما نذهب إلى فاصل في دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الدعاء طويل ذكره ابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة في كتاب معروف من كتبه جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع هذه الطبعة الأولى إنها طبعة مؤسسة الآفاق إيران صفحة ثلاثمية وثلاثة عش هذا دعاء طويل عن إمامنا الرضا بخصوص إمام زماننا صلوات الله عليهما هناك مقطع واضح جدا في أن الدعاء يتحدث عن أنصار إمام زماننا زمان الغيبة لأن الحديث عنهم بعيدا عن إمام زماننا فماذا جاء في هذا الدعاء اللهم وشركاؤه في أمره هؤلاء هم أنصار الإمام زمان الغيبة اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد إشارة إلى الراحة وثير المهاد وثير الفراش الذي ينام عليه الإنسان الكلام عن الراحة هنا تعبير كنائي الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم من أندية الأصدقاء الزملاء الأقرباء الأرحام الأندية هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم هم موجودون ولكنهم مشغولون بخدمة إمام زمانهم ولذا لا يتواجدون بين الناس الذين يجتمعون لتوافه الأمور لقضاء الوقت أقرأ العبارات مرة أخرى أجواء الدعاء في هذا المقطع من لا تتحدث عن عصر الظهور هذه أجواء عصر الغيبة والدعاء يصفهم بأنهم شركاء الإمام بأنهم معاونو الإمام اللهم وشركاؤه في أمره أمره هو برنامجه شركاؤه في أمره هم الذين يسعون في التمهيد للمشروع المهدوي العظيم اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه وهذا التعبير وأنسه هناك نوع صلة من التواصل فيما بينه وبينهم قد يكون قد يكون هذا بنحو جلي وقد يكون هذا بنحو خفي اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد هذا لا يعني أنهم بعيدون عن أهلهم وأولادهم ولا يعني أنهم بعيدون عن أوطانهم ولكنهم لا يعبؤون بكل ذلك لأنهم في مقام الخدمة لإمام زمانهم مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي لو أدركته لو أدركت ولادته لو أدركت زمان إمامته في الغيبة الأولى لو أدركت غيبته الثانية التي نحن فيها لو أدركت الزمان القريب من ظهوره لو أدركت ظهوره هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي أدركت أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم وحالف البعيدة ممن عاضدهم على أمرهم إن كان بعيدا في المكان أو كان بعيدا في الصلة والقرابة وحالف البعيدة حالف البعداء مكانا وحالف البعداء قرابة وصلة وحالف البعيدة ممن عاضدهم على أمرهم وخالف القريبة المراد من القريب من القريب مكانا أو من القريب صلة وعلاقة وخالف القريبة ممن صد عن وجهتهم واتلف بعد التدابر والتقاطع في دهرهم اتلف الإمام جمعهم وليس واتلف واتلف وربما يكون الدعاء واتلف واتلف بعد التدابر والتقاطع في دهرهم وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا فاجعلهم اللهم في حرزك وفي ظل كنفك ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من خلقك وأجزل لهم من دعوتك من كفايتك ومعونتك لهم وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك هم بعيدون عن إمام زمانه إنهم في زمان الغيبة بعيدون بمستوى البعد بحسب قوانين الغيبة الثانية وأجزل لهم من دعوتك من كفايتك ومعونتك لهم وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نورك بحقهم لو كان الإمام موجودا لما قال الدعاء هكذا وأزهق بحقهم وإنما يزهق الباطل بحق الحجة بن الحسن ولكن لأن الحديث عن زمان غيبة وهؤلاء هم شركاء الإمام أنصاره خدامه عبيده وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نورك إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف وأعتقد أن المضامين تتعاضد ويشرح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل إمام زماننا كتب بخط يده في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب الكلام واضح هذه الجملة القصيرة شرحها بيانها في كل ما تقدم وكل ما تقدم نستطيع أن نجمعه وأن نضغطه وأن نختصره وأن نجزه في هذه الألفاظ المعدودة وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب الشمس موجودة وهي تتصل اتصالا مباشرا بالأرض وبسائر الكواكب الأخرى حديثنا عن الأرض تتصل اتصالا مباشرا بالأرض هل هناك غيوم أم لم تكن هناك غيوم لكن الذي يتجلى للعيون هو أن غيوما تحول فيما بيننا وبين الشمس ولذا فإننا نعتقد في عمق عقيدتنا من أن إمام زماننا ليس غائبا هو غائب عن أبصارنا هو الغائب عن الأبصار الإمام غائب شاهد شاهد غائب محيط بنا مراقب لنا ومشرف علينا هكذا نقرأ في غيبة النعماني إنها رواية طويلة مفصلة عن سيد الأوصياء وهو يتحدث مع حذيفة بن اليمان غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من رجال الغيبة الأولى الغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة والنعماني والنعماني توفي سنة 360 للهجرة طبعة أنوار الهدى هذا الكتاب غيبة النعماني الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة إنه الحديث الثالث حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى إذا بقيت الأمة حيارا متى يكون هذا بعد غيبة إمام زماننا حتى إذا بقيت الأمة حيارا وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة هناك كثير من الشيعة بعد استشهاد إمامنا العسكري ضلوا وذهبوا يمينا وهسارا لم يعتقدوا بوجود صاحب الزمان حتى إذا بقيت الأمة حيارا وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة والإمامة باطلة قالوا هذا بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري ويوجد الآن في الشيعة من يقول هذا القول فورب علي فورب علي إن حجتها عليها قائمة على هذه الأمة ما شية في طروقها مثل ما مر علينا قبل قليل في نهج البلاغة الشريف في سترة عن الناس في سترة عن الناس فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طروقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة المطبوع هنا وتسلم عن الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد إلى وعد يوم الخلاص إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعة كلمات قصيرة اختطفتها من رواية طويلة من حديث أمير المؤمنين تشتمل على الكثير من المضامين وهذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فاعل ومؤثر ونشاطه مستمر ودائم ومستديم في ليله ونهاره الإمام يتحكم بخشبة المسرح بما هو ضروري بما هو ضروري يتحكم بخشبة المسرح إذا أراد إذا أراد أن يتحكم فإنه يتحكم بخشبة المسرح ويتحكم بالكواليس وما فيها ويتحكم بما وراء الكواليس فورب علي الإمام أمير المؤمنين يقسم فورب علي إن حجتها عليها على هذه الأمة قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها الأمر ليس خاصا بهذه الأمة ليس خاصا بالشيعة فقط هذه الحجة جوالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته نذهب إلى فاصل أدنى مستويات التواصل فيما بين الإمام الحجة صلوات الله عليه وبين الذين يقولون نحن شيعته في زمان الغيبة التي نحن فيها أدنى مستويات التواصل هو هذا الذي بينه لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة الرواية طويلة رواية التقليد طالما قرأتها عليكم وحدثتكم عنها في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين الإمام بعد أن تحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة ضالون وهم سيضلون الشيعة لأنهم كذابون ولأنهم مقصرون ينتقصون من العترة الطاهرة هذه التفاصيل موجودة ولذا فهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومن أن الشيعة ستذهب في ضلالها حينما تتابعهم وتقلدهم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الإمام يعبر عن المرجع الشيعي الذي تقلده الشيعة عن المرجع الأعلى وغير المرجع الأعلى في زماننا أو في الأزمنة الماضية أو في الأزمنة القادمة الحديث عن زمان الغيبة الكبرى الإمام يصف مرجع التقليد بالملبس الكافر لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر سبب كفره هو اجتهاده عملية الاجتهاد هي عملية كفر ببيعة الغدير والكافر ببيعة الغدير هو كافر بدرجة هي ألعن درجات الكفر لأن الكفر ببيعة الغدير يكون كفرا بالله وبرسول الله وبالقرآن ويكون كفرا بالأئمة الأطهار هذا هو الكفر ببيعة الغدير وهؤلاء المراجع كفار كفار ببيعة الغدير بسبب اجتهاده فعملية الاجتهاد عملية كفر ببيعة الغدير ببيعة الغدير ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هذا أدنى مستويات التواصل فيما بين الإمام وشيعته أما المستويات العالية فقد حدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة عن كؤوس الحكمة الصباحية والمسائية وحدثنا عن أسرار التفسير وحقائق القرآن التي تلقى في مسامع أولياء أهل البيت وحدثنا إمامنا السجاد عن العقول والأفهام والمعرفة التي تجعل الغيبة بمنزلة المشاهدة وحدثنا إمام زماننا عن أن الشيعة لو كانت قلوبهم مجتمعة على الوفاء بعهد الولاية والإمامة لاستطاعوا أن يتواصلوا مع إمام زمانهم بشكل مباشر ولتمت لهم السعادة بلقائه والتواصل معه بحسب ما يرى الإمام الحجة من حكمة ومن دراية في إدارة أمور الأمة الشيعية التي التي كان يفترض أن تنتج مجتمعا ممهدا لإمام زماننا مثل ما مر علينا في كل تلك المعطيات والوثائق التي عرضتها بين أيديكم في هذه الحلقات نذهب إلى فاصل أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم من أن الدعاء لأهل الثغور يرتبط فكريا وعقائديا بهذه المنظومة المهدوية التي شرحتها لكم أتمنى عليكم أن تقارنوا بين ما قاله مراجع النجف وكربلا ومؤلفوهم وخطباؤهم ما عرضته بين أيديكم في الحلقات المتقدمة وكيف وكيف أنهم كانوا يهذون يهذون هذيانا من أن الإمام السجاد كان يدعو في سره لجيوش بني أمية وكان يعلم الشيعة أن تدعو بهذا الدعاء لجيوش بني أمية أتمنى أن تقارنوا بين هذين المنطقين كي تحكموا بالحمارية إما علي وإما عليهم لأجل أن تكونوا صادقين مع أنفسكم وبالمناسبة فهناك الكثير والكثير من النصوص ما بين الزيارات والأدعية والروايات والأحاديث تخبرنا عن هذه الحقيقة التي كنت أحدثكم عنها